معنا طيب خلينا نروح للزمالك ونتابع مع زمالنا عبد الرحمن من عبد الرحمن داود من موجود في الزمالك من أمام أحد اللجان ونتابع المستجدات المستجدات العمليات الانتخابية في الزمالك مساء الخير يا إيمان ما زالت العملية الانتخابية تسير على قدم وساق هنا في محافظة الجيزة وبالتحديد في حي الزمالك ونحن الآن من أمام كلية الفنون الجميلة طبعا هذه اللجنة كما ذكرت من قبل فيها 8000 صوت انتخابي وهو رقم لا يستهان به في العملية الانتخابية المصرين اليوم كانوا مصرين ينزلوا يدلوا بأصواتهم كما أنتم كما يعني زي ما تسمعوا من خلفي دلوقتي ان الناس يعني طبعا محتفلين في مثل هذا المحفل النهاردة طبعا بتنضم إليه على الهواء مباشرة الفنانة الجميلة هلا صدي بالرحب حريكة فانتم على شاشة المحور وعايزين نتكلم النهاردة في رسالة نحس بها المواطنين هما ينزل منظر حلو احنا في حفلة كبيرة لمصر يعني مطلبة انت تشوف ده مش أنا احنا متابعين يمكن منذ ساعة الأولى من الصباح وعايزين برضو نعرف رسالة الفن والفنانين في مصر ايه وبنقول الناس اللي عادين في البيوت دلوقتي لا هو بقول للناس انزلوا اولا الحكاية منظمة جدا فيه امن جامد جدا تحية كبيرة للجيش والشرطة اللي حقيقة موفرين كل حاجة بحيث انك انت تدخل في دقيقة وتمشي بزي المرة اللي فاتت توابير وارهاق لا الحكاية في منتهى السرعة وفي منتهى الاحترام وحاجة حقيقة مشرفة جدا جدا لمصر انزلوا علشان الشكل المشرف لمصر عليك يا فندم يمكن الناس بتسألنا دلوقتي من خلال شاشات التلفزيون بقولوا ايه اللي خلى فنانا تنزل في وقت زي ده انا عايز اقولك ان انا سكنة انا عنواني هنا نبيتي تحت اللجنة على طول بس انا سكنة حوالي ساعة ونص بعيد عن هنا اه لكن اصريت وبسور وكل يوم بخلص اربعة خمسة الصبح بس اصريت ان انا لازم الحق النهاردة اه انو لازم يعني ما شايفه يفوتني حدث مهم زي ده طبعا بدون ذكر اسم مرشح اه يعني حضرتك ايه او بتتمني ايه من مرشح او من الرئيس القادم لمصر في فترة الفين واثنين وعشرين هو يكمل الطريق احنا بدأنا معه طريق لازم يكمل الطريق هو ما فيش طبعا يعني سيد الرئيس السيسي طبعا احنا في انتو طبعا يعني متحفظين على الاسماء يعني ولكن عايزين نبيعارفين برضو بتتمني ايه من الرئيس القادم لا انا بتمنى ان يكمل الخطة بتاعته ممكن هو مش بيفصح عن الخطة بتاعته ممكن مش بيقول المشاريع او كمل المشاريع اللي عملها لكن احنا بنحسها وبنشوفها وده ممكن يكون في عريف الاعلام انه ما بيبينش كل المشاريع وكل الحاجات اللي احنا بنكتشفها بالصدفة فهو عنده مشاريع كتير قوي لسه بتتعمل ولسه نتيجها واعتقد انك كفاية انك بتروح او تنزل شغلك وانت متطمن على عيالك وبيتك ومراتك وامك انا بالنسبة لي دي كفاية اخيرا يا فندم حدك تبصي للكاميرا وتقولي رسالة لكل المواطنين اللي بتابعونه دلوقع انزلوا استمتعوا باللحظة لانها دي لحظات تاريخية لحظات تاريخية مهمة مهمة اوي تاخدوا عيالك وانزلوا تعلموهم شكرا اللحظات جدا يا فندم انزلوا واستمتعوا باللحظة التاريخية دي كانت اخر كلمات قالتها الفنانة هلا صدقي من قدام مقار لجنتها الانتخابية بحي الزمالك عودة يليك مرة اخرى يا ايمان في الستوديو